أهل وصحبه وسلم اليوم إن شاء الله سنغير الدرس قليلا ونتعلم أو نأخذ قواعد كتابة الهمزة كيف نكتب الهمزة مرت معنا الهمزة تكتب هكذا وتكتب على الألف A-O-E وأحيانا A-O-E ضم فتحة وهكذا مثل الكسرة وأحيانا تكتب هكذا أحيانا تكتب على الواو أحيانا تكتب على اليا بلا نقاط وهكذا إذن اليوم سنتعلم بعض القواعد المتعلقة بالهمزة كتابة الهمزة هذه هي الهمزة A-O-E وعندنا أيضا مع الألف A-O-E نفس اللفظ أحيانا تكتب على ألف أحيانا تكتب لا تكتب على ألف ولكن يبقى اللفظ نفسه أ من حرف الحلق نعم أحيانا تكتب على ألف 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 همزة القطع إذن اليوم سنتحدث عن قواعد الهمز أول همزة نأخذها هي همزة القطع همزة القطع هي الهمزة التي ينطق بها في أول الكلمة عندما يأتي حرف الأليف مع الهمزة في أول الكلمة ويكون مشكلا وعليه هذه الإشارة هذه الهمزة هذه همزة قطع بس هذه همزة الوصل هذه التعريف هذه اللام الألف هذه هذه تسمى همزة وصل لماذا ليس عليها همزة وليس لها فتحة أو ضمة أو كسرة مجرد لفظ صوتي صوت هذه الهمزة الوصل إذا بدأنا فيها الكلام نلفزها الهمزة التي أما إذا جاءت قبلها كلمة لا نلفزها هي الهمزة إذن همزة القطع هي هذه الألف مع الفتحة أو الضمة أو الكسرة وتأتي في أول الكلام حصرا همزة القطع تأتي في أول الكلام في أول الكلمة تكتب فوق الألف مثل هذه فوق الألف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة إذا كانت مفتوحة أو مضمومة هذه الهمزة تكتب فوق الألف أما إذا كانت حركتها الكسر تكتب تحت الألف إذن هي الهمزة التي ينطق بها في أول الكلمة ننطقها نلفزها تكتب فوق الألف إذا كانت إما مفتوحة أو مضمومة وهذه مثال أكملا أكملا أمجد في عنا أسماء كثيرة أحمد مثلا كلمة أحمد اسم أحمد وهكذا إذن هذه هي الألف همزة القطع نعم جهة إن أخبتende همزة أعمد 1987 أعطا نعم شكرا درد وطنة اكتبعي NAS OKUYORDUK? أَسَّفُّ ONDAN SONRA NASI OKUYORDUK? أَلْ قَلَمُ أَلْ قَلَمُ شَمْسِيهَ BURE DEAL BU KAMERAYE أَسَّفُّ O SONRA أَششَمْسُ BUREDU DASI OKUYORDUK? LAFZ ETMIYORDUK هَمْزَةً لطيف مصر burada هَمْزَةً لَبَرَابَرَ YASILMIYOR SATIS SADECE KENDİ BAŞINA BİR الف ile yazılıyor. Peki همزة القطية hangi durumlarda yazılıyor? همزة القطية dediğimiz anlaşılmıştır inşallah. O küçük harf همزة القطية. Bu küçük harfler yazılışta denir همزة, همزة القطية. همزة'nin elif üzerinde yazılış haline همزة القطية diye adlandırıyoruz. نعم. About همزة القطية What we meaning in همزة القطية هي الهمزة التي ينطق بها في أول الكلمة Is it الهمزة like this A, O, E that we pronounce it in the first the word in the first the word if we saw همزة we called it همزة القطع همزة القطع we pronounce it A so like the sheikh said yesterday in Dursa القرآن in the lesson of القرآن it's very strong voice A A A strong voice yes A this Hamza we begin the word with it if حركتها الفتح if it has فتح we write الهمزة above the letter A and ضم also above the letter but if it was كسر we write الهمزة under the letter down the letter A so هي الهمزة التي ينتق بها الهمزة that we pronounce it in the first of the word تكتب فوق الألف we write it above the letter if it was with فتح or ضم like we have example أكملا أكملا أمجد أحمد أيمن أسماء we have a lot of nouns that started with همزة القطع so this is همزة القطع but this هذه الألف or this or this همزة وصل همزة وصل from حروف العلا أ أ أ the sound of همزة وصل it doesn't have any همزة or فتح or ضم or كسر just sound of همزة we write it like الف without this همزة في أول كلمة like اللام الشمسية واللام القمرية it's همزة وصل so همزة قطع with همزة and فتح or ضم or كسر we write it in the first of the verb of the noun of the word noun or verb أكمل continue يكمل continue أمجد glorious أحمد name of أحمد this is the first rule we write it above the letter with فتح and ضم القاعدة همزة القطع الثانية تكتب تحت الألف إن كانت مكسورة إذا كانت حركتها الكسر تكتب تحت الألف كإملاء إمام إملاق وهكذا أيضا يوجد كثير من الأمثلة مجرد ما تكون حركة الألف أو الهمزة الكسر نكتبها تحت الألف وليس فوقها نعم أي şekilde devam edelim burada örnek olarak كسر yazılışını veriyor alt tarafta تكتب تحت ألف إن كنت مكسورة كسر ألف كسر كسر ألف ألف إِمْلَا كَسْرَا بِالْحَرْفِ إِمْلَا كَسْرَا ile başlıyor daha doğrusu o zaman ne yazılıyor altına همزة altına yazıyor elifin altına yazılıyor bir sonraki اِمَمْ اِمَمْ اِي bakıyoruz nerede yazıyor kendisi hemzeyi elifin altına yazdırıyor kendisini o zaman ne diyeceğiz فَتْحَيْسَ üzerinde yazılıyor ya da damme ise üzerinde yazılıyor كَسْرَا ise hemzesi altına altına yazılıyor elifin altına yazdırıyor eğer فَتْحَيَا da damme ise üzerine yazılıyor كَسْرَا ise altına yazdırılıyor if the elif have its hareketuhul keser have kesra we write elhamza under the elif feth-ı damme above it with kesra down it i imla imla imam islam iman we have a lot of words like this imla mean dictation imla imam imam so with hamza al-qatah hamza al-qatah it's in the first the word a or above the letter e down the elif هذه hamza القطع الآن أشكال كتابة الhamza إن hamza القطع تأتي في أول الكلمة اسمه hamza القطع أو hamza الوصل إذا لم يكن لها حركة الآن الhamza المتوسطة ما معنى الhamza المتوسطة التي تكتب وسط الكلمة التي تأتي في وسط الكلمة ليس في الأول ولا في الأخير في وسط ها هذه تسمى الhamza المتوسطة التي تأتي في منتصف الكلمة نعم هذا تعريف الhamza المتوسطة أيضا الhamza المتوسطة لها عدة أشكال في الكتابة الحالة الأولى تكتب على نبرة ما معنى النبرة مثل الياء ولكن بدون نقاط أو الباء هذه تسمى نبرة السن الصغير يسمى نبرة إذن تكتب على نبرة متى تكتب بهذا الشكل على نبرة إذا كانت مكسورة إذا كانت الhamza مكسورة تكتب على هذا الشكل إذا جاءت في وسط الكلام كلمة عائم سؤلة سؤلة خط ما إن أسئلت وهكذا إذن الحمزة المتوسطة تكتب على نبرة إذا كانت حركتها الكسر حركة الحمزة هذه القاعدة الأولى الغ سؤلة طف همزة المتوسطة همزة المتوسطة ثق قد الحمزة على إذن لا نبرة نبرة بركما بوشلق كسما على كسما diyebiliriz على كسما yazdırıyor bakalım örneğe 2. örnekte nasıl bir ara kısma yazılmış bakın elif yani hemze aradaki hiçbir harfinin üzerine gelmemiş ya da elif harfinin üzerine altına gelmemiş y harfinin üzerine altına gelmemiş nasıl yazıl nebra o yazılan boşluk kısmı biz nebra diyoruz Arapçada ne yazıyor nebra su ile su ile bakın nebra üzerine yazılmış tatme in tatme in tatme in tatme in tatme in bakın nereye yazılmış tekrardan nebra üzerine yazılmış peki bunu nasıl anlayacağız ne diyor ise eğer kenet meksura kenet meksura kesra ise yani harfinin ortasında cümlenin ortası pardon kelimenin ortasında ve kesra bir hemze var peki bunu gördüğümüz zaman ne anlamamız gerekiyor o zaman bu yazılan hemze nebra üzerine yazılması gerekiyor nebra 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 üzerine yazılması gereken bir hemze olduğunu anlamamız gerekiyor nebra dediğimizde o kırmızı ile belirtilen kısımlar nebra'yı ifade ediyor bize nebra o aradaki boşluk diye adlandırabiliriz bakıyoruz nebra'da bakıyoruz isra nerede nebra'da tatme in tatme in bakıyoruz i tatme in i ne de yazılmış nebra üzerine es ilete bakıyoruz ne yazılmış ne yazılmış o zaman ne anlayacağız hemzetül mutabasite tutta bu ala nebra birinci şekli nebra üzerine yazılıyor peki nasıl neden nebra üzerine yazılıyor formülü nedir izekanet meksura eğer ki kesra ise harekevi ise yani kesra ise kesralı ise nereye yazılıyor nebra üzerine yazılıyor hemzet now and now we talk about alhamzal mutawasita we talk about alhamzatul qata in the first the word alhamzal mutawasita that come middle of the word not in the beginning not in the end in the middle the second letter the third letter the fourth letter no problem but not the first and not not the end this is we called alhamzal mutawasita the middle hamza almutawasita middle the middle hamza also we can write it some types the first one tuktabu ala nabra nabra what we mean in nabra this sign that like ba or ya without that without doubt without any nabra it we call it's this is nabra this is nabra tuktabu ala nabra if alhamza was kasra with kasra a e im a im hamza kasra e we write it above on the nabra alhamza we write it on the nabra why because it has kasra a im su ila su ila su ilat su ila also we write hamza on the nabra because with kasra su ila fatma inu fatma inu present verb hiya fatma inu fatma inu fatma i hamza kasra i we write it on the nabra as ilat un as ilat un questions as ilat hamza kasra e we write it on the nabra so the first rule from the middle hamza we write it on the nabra if hamza with kasra hamza kasra we write it on the nabra now this first one hamza kasra nabra now or if him and in hamza hamze hamza ao hamza 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 حركة الهمزة سكون ولكن الحرف الذي قبل الهمزة كسرة فتكتب على نبرة فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة فئة مجموعة يعني فئة فئة حركة الهمزة فتحة ولكن الحرف الذي قبلها كسرة فتكتب على نبرة أيضا عندنا كلمة بئسة وبئسة المصير بئسة أيضا الهمزة سكون الحرف الذي قبلها كسر فتكتب على نبرة إذن الكسر أقوى الحركات إذن الحالة الأولى إذا كانت الهمزة نفسها مكسورة تكتب على نبرة إذا كان حركة الحرف الذي قبلها مكسور أيضا تكتب على نبرة نعم Devam edelim Burada bir örnek Daha var altta Devam ediyoruz Ne demek istiyor burada Eğer ki diyor Kendisinden önceki harfin Harekesi kesra ise Yine nebra üzerine yazılır Kendisinden önce yani Gelen elif hemzesinden önce Önceki hareket Kesra ise Ondan önce gelen harekenin Ona Sebak eden harekenin Harfin harekesi kesra ise Aynı şekilde nebra üzerine yazılır Hemze Bakıyoruz peki burada Bir Bir Ne demek kuyu demek Peki Nebra üzerinde Aynı şekilde Söylediğimiz gibi Peki neden Nebra üzerinde Bakıyoruz bir önceki harfe Bir önceki harfin Harekesi kesra O zaman ne yapıyoruz Harfi Nebra üzerine yazıyoruz Bir sonraki harfe Bir sonraki örneğe bakalım Fiatun Fiatun Bakıyoruz Bir önceki harfin harekesi ney Kesra Fiatun 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 O zaman ne yapıyoruz Hemze yine Nebra üzerine yazıyoruz Bir sonrakine bakalım Bi S Şimdi biz burada Almak istediğimiz Hemze'nin Ne zamanda Nereye yazıldığını Görmek için Bakıyoruz burada Nebra üzerine yazılmış Peki bir önceki harfe bakalım Bir önceki harfin harekesi ney Bir önceki harfin harekesi Kesra O zaman doğru yere yazılmış Nebra üzerine yazılmış Doğru yazılmış Örneklere bakalım Tekrar Bi Run B'nin harekesi kesra Fiatun F'nin harekesi kesra Bi S B'nin harekesi kesra O zaman ne yapıyoruz Hemze'yi Nebra üzerine yazıyoruz Ne So we Will steer with Alhamza'l mutavassıta The middle Hamza That we write it On the Nebra The first rule was If Alhamza Has Kesra We write it On the Nebra Now If Alhamza The letter Before Alhamza Come with Kesra Come with The letter before Alhamza With Kesra We write it also On the Nebra Here Bi' Run Bi' Run Hamza With Fathah Bi' Bi' But the letter before Alhamza Come with Kesra So we write it on the Nebra Al-Kaser It's very strong Fiatun Also Fiatun Fiatun But the letter before Alhamza But the letter before it with Kesra So also we write it on the Nebra The third example Bi' Sa Ba' Hamza Sukun Bi' Sa Also the letter before Alhamza With Kesra We write it on the Nebra The first rule If Alhamza Have Kesra We write it on the Nebra If Alhamza The letter before it with Kesra Also we write it On the Nebra If it was Middle Hamza Middle Hamza Nعم الحالة الثالثة الهمزة المتوسطة لا تكتب على نبرة أو إذا كان الحرف الذي يسبقها هو حرف الياء الساكن مثل حرف المد الياء Bi Bi حرف المد ساكن بكل الأحوال إذن Bi A Bi A إذن إذا كان الحرف الذي يسبقها يسبقها هو حرف الياء الساكن بمعنى هو حرف المد Bi 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 Ijj بعد ياء فعندي مد هون مد طبيعي Bi Bi Ijjt همزة مع الفتحة أو مع الضمة شو من كان Ijjt همزة بعد الياء الساكنة فتكتب أيضا على نبرة Bi A T Bi A T Mufra Bi A Bi A Bi A Bi A S Y A عندنا كثير أمثلة أيضا سي أم هنا مصنع نعم سيئة إذن بي A Bi A سي سيئة نعم فهذه اليا الساكنة جاءت بعدها همزة فتكتب الهمزة على نبرة نعم 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 بالأقصر بالأقصر بيه بيه كسر كارت كارت يه يه كارت يه كارت همذة نفسه كارت بيه تحيين كارت نبرة يدن sonra geldi. Peki يدن sonra gelince nasıl oldu? نبرة aynı şekilde burada ortaya نبرة olarak yazıldı. نبرة dediğimiz zaten bunun yazılış yeri diye yazılış yeri نبرة üzerine yazıldı. نبرة üzerine yazılırken eğer kendisine inanın hemze varsa onu nereye yazar diye düşünüyorsak bakalım eğer harften önce bir y varsa medyası varsa yani hemzeden önce bir medyası varsa onu aynı şekilde نبرة üzerine yazabiliyoruz. Also we will continue with elhamzal mutavassıta the third kind of elhamzal mutavassıta the third rule we write it on the nabra if before alhamzal we have ya al-sakin that is the letter of al-mad 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 the letter the letter of al-mad b we have sakin above zaya ilhamzal mutavassıta we write we write it on the nabra bi'at climate bi'at this is a plural noun feminine plural with al-f-ta bi'at singular bi'at environment bi'atun bi'atun also we have ya sakin the letter of al-mad bi'atun atun on the nabra anta bi'atun 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 radi'atun we have a lot of examples so alhamzal mutavassıta we write it on the nabra if it has kasra alhamzal with kasra we write it on the nabra second one we write it on the nabra if the letter before it with kasra the third one we write alhamzal on the nabra if the letter before it ya with sakin the letter of al-mad ya al-mad now 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 الحالة الثانية لكتابة الهمزة المتوسطة الحالة الأولى كتبناها على نبرة هذه الحالة الثانية تكتب على الواو ونكتب الهمزة على الواو كمان عندنا عدة حالات تكتب على الواو أولا في حال كانت ذاتها مضمومة إذا كانت الهمزة مضمومة تكتب على واو عندنا شرط هنا ما هو شرط وما سبقها ليس مكسورا الحرف الذي قبله ليس مكسور الكسر هو أقوى الحركات إذا فيه كسر تكتب على نبرة مباشرة إذن الحالة الثانية تكتب الهمزة المتوسطة على الواو على الواو إذا كانت الهمزة مضمومة وما قبلها ليس كسرا هذا شرط ليس كسرا إذا كانت كسر فتكتب على نبرة مباشرة إذن هذه الحالة الأولى عندي أمثلة رؤوف رؤوف شؤون رؤوس مرؤوس مسؤول و هكذا نعم إذا كانت الهمزة المتوسطة على المتوسطة على الواو وواو üzerine yazılışı همزة'nin وواو üzerine yazılışı همزة'nin birinci olarak نبرة yazılışını gördük نبرة dediğimiz nasıl oluyordu harfin ortasına yazılıyordu ortasına kelimenin ortasına yazılıyordu kelimenin ortasına yazılış şeklini gördük burada bakıyoruz burada nasıl burada وواو üzerine yazılış şeylerini göreceğiz okuyalım nasıl diyor bunun formülü nasıl فِي حَالِ كَانَتْ ذَاتَهَ مَضْمُومَتٌ وَمَا سَبَقَهَا لَيْسَ مَكْسُورًا yani eğer ondan önceki harfin harekesi kesra değilse ve kendisinden sonraki harfin harekesi kendisinden sonraki harf med olan vav ise bakın ne diyoruz kendisinden sonraki olan harf med olan vav ise med vav zaten nasıl okutuyordu bize damme olarak okutuyordu med vav bize damme olarak okutuyordu bakıyoruz burada med vav var o zaman ne yapıyoruz med vavı görünce vav olan med'i görünce ne yapıyoruz harfi vav üzerine yazıyoruz yani hemzeyi vav üzerine yazıyoruz bakalım burada ra u fu ra u bakın harfi zaten hemze damme olarak okunuyor ve vav üzerine yazılıyor peki vav üzerine yazılırken bir aradığımız kural ney kendisinden sonra bir med olan vavı görmemiz bakıyoruz med olan vavı görüyoruz zaten o zaman ne diyeceğiz buna bu harf bu hemze u sun mer u sun mes u lün bakıyoruz hemzeyi çeken bir med var hangi med bu vav med vav med nasıl okutuyordu kendisini nasıl yazdırıyordu damme olarak yazdırıp bir herif miktarı kadar uzatıyor peki bu gelen hemze nereye yazılıyor gördüğünüz üzere bu hemze vav üzerine yazılıyor furkan furkan abi şey internetinde bir sorun var herhalde sesin çok kötü geliyor now now the second rule of alhamza 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 for the middle hamza we write it on the wow the letter of wow we write alhamza above the letter of wow but we have one condition here short if the letter before it not with kasra if the letter with the alhamza alhamza the middle hamza the letter before hamza with kasra before it we write it on the nabra but we have here the the rule say alhamza with damma but the letter before it not kasra we write it above the wow if the alhamza with damma but the letter before it not kasra we write it above the wow we write it above the wow so we don't have any kasra before it if if the letter before it with kasra directly we write it above the nabra so we write alhamza al-mutawassita above the wow if alhamza has damma and the letter before it not with kasra this is the first rule the second rule or if can ma yasbiqu ha madmooman wahey zatuh ha gayru maksouratin ou maksouratan ou idha kan ma yasbiqu ha madmooman wahey zatuh ha gayru maksouratan if estaz furqan لم ya tussle بعد nab nab mwujud mwujud fadda nab idha lal hal lathaneye naktubuha ala dhamme izah kane ma kabla ha madmoom wawye leyset maksoura nab kane in qatah fi wosat ou hamzat lwosil konnt atahadst yana inqatah fi wosat ou no la fin nahaye tk yana hath yana hal e ma yasbik kabla hamzah yakon ma mab mab wawye leyset maksourata na na ee leyset saw nataha sot sesin gelmiyor furkancığım geliyor mu şuan geliyor kesik kesik geliyor şu an düzeldi mi değiştirdim hesabı düzeldi tamam devam edelim burada ikinci örnek olarak şimdi ilk örneği tamamladık kusura bakmayın bir sıkıntı yaşadım internette devam edelim ev izâ kâne mâ yasbikuhâ medmûmen wâhiyyâ zâtehâ gâyre meksûran ev izâ kâne eğer izâ kâne e mâ yasbikuhâ medmûmen yani hemzeden önceki harf bakıyoruz şimdi hemzeden önceki harf dam meyse bakıyoruz şimdi hemzeye hemze nerede bu arada kırmızı olarak altta yazılmış mu-e-zirun mu-e-zirun hemzeden önceki harfe bakalım dam me o zaman nasıl okuyoruz hemzeden önceki harf dam me ise yani nereye yazılıyor vav üzeri yazılıyor aynı şekilde hemzeden önceki harf dam me ise harf vav üzeri yani hemze vav üzeri yazılıyor mu-e-zirun bir sonrakine bakalım fu-e-dun fu-e-dun elüften önce yani hemzeden önce bir f var f'nin harekesi ne dam me o zaman ne yapıyoruz hemzeyi hemzeyi bir vav üzerine yerleştiriyoruz vav üzerine yazıyoruz bir sonrakine bakalım mu-e-rihun mu-e-rihun bakıyoruz hemzeden önce bir m var mim harfi var mim harfinin harekesi ne dam me o zaman ne yapıyoruz hemzeyi tekrardan bir vav üzeri şeklinde yazıyoruz şimdi buraya nebra yazamayız nebra olmaz neden çünkü nebranın kuralları farklıydı hemze'nin kuralı nasıl vav üzerine vav'ın kuralları nasıl vav'dan önce ya vav'dan sonraki harfin harekesi vav'dan sonraki harf med olan vav harfi olacak veyahut harften önceki kesra olmaz kesra kesinlikle olmaz yani burada şöyle diyebilir ilk kelimeye bakalım şöyle diyemeyiz mi-ezun mi-ezun deriz ama bunu vav üzeri bu hemzeyi vav üzeri yazamayız fi-edun bunu vav üzeri yazamayız mi-er-rihun bunu vav üzeri yazamayız neden çünkü hemzeden önceki gelecek harfin harekesi ya dam me olacak ya da fethu olup bir sonraki yani hemzeden sonraki harf med harfi olan vav olacak bu da zaten vav üzerine yazılmasına örnek veriyor hemzenin vav üzerine yazılış örnekleri naam the second rule of al how we write it above the vav the first one if the letter if al-hamza was damma but the letter before it not with kasra the second if the letter before it with dhamma here we have but the letter before it dhamma we write it above the wow the wow dhamma it's more stronger than so we write it above the wow so the letter before it with dhamma and alhamza don't have kasra so we write it above the letter of wow muazir supporter 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 fuadun fuad fuad it's a noun person noun fuadun person name fuad fuadun and al-fuad we can call the heart also kalb or fuad the one the name of the heart fuad fuadun also fu fa'adamma fu a hamza fatha a fu a we write it above the wow why because the letter before it was dhamma mu'arrikhun tarikh history tarikh mu'arrikh historian that the study historic mu'arrikhun mu'arrikhun miyem dhamma mu hamza fatha mu'a we write it above the wow because the letter before it was dhamma mu'azirun fuadun mu'arrikhun with wow we have two rules the first rule if al-hamza with dhamma the letter before it not with kasra we write it above the wow the second rule if the letter before it was dhamma and al-hamza without kasra we write it above the dhamma we write it inşallah we write it we write it on the elif on the the elif and on the saturn إن شاء الله يعني 2 دققى kaldı إن شاء الله bunları Elif'in satür üzerinde yazılış halini göstereceğiz ama إن شاء الله bir dahaki derste devam edelim daha rahat anlatırız kimsenin vaktini almayalım burada نعم إن شاء الله we will continue another lesson about the rule of el hamza tehaddesna عن el hamzet el kat hamzet el kat قلنا هي التي تأتي في أول الكلام تكتب على elif اما الhamza فوق او تحت هذه همزة القطع التي تلفظ الحال الثانية الhamza المتوسطة الhamza المتوسطة عندنا عدة حالات أخذنا تنتين من تكتب على نبرة وهذا يعتمد على الكسر على حركة الكسر وتكتب على واو والواو يناسبه الضم إن شاء الله نكمل على الالف التي تناسبها الفتحة إذن تكتب على نبرة التي تشبه اليا تكتب على الواو تكتب على الالف بمعنى آخر تكتب على حروف المت نعم نعم تكتب على اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الواصل ان شاء الله we will talk about it ان شاء الله I will put this on telegram group if you have any question you can ask on the telegram group ان شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق ربنا تقبل منا بسر الفاتح اشتركوا في القناة